مصيحة أخرى فضل أستاذ عبدالجواتي يعني أنا عايز أقول يعني أشير إلى علاج المليون أفريقي من فيروسي لأنه إذا أنت بتتكلم على مصر فإحنا ابتديني هذه القصة من منطق أن الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم ولأنه المريض لا يعطي يعني مش هينتج ولا يعمل أي حاجة ولأنه فكرة الصحة أحد الحقوق المهمة من حقوق الإنسان فهذه المبادرة المصرية أنا بعتبرها في الحقيقة يعني خلينا أقول عربون مهمة جداً للإخوة الأفارقة وخاصة أنه الهم الصحي هو أحد الهموم الكبيرة لدى الأشقاء في أفريقيا ويمكن في تعاون مصري فيما يتعلق بمجال صناعة الأدوية كمان فكرة الدخول مبادرة 100 مليون صحة للإخوة المقيمين في هذا الوطن ويمكن الساد الرئيس حاب يسميها كده ورفض أنه يقول عليهم اللاجئين وده رقم كبير جداً يعني سواء كانوا أفارقة أو عرب من دول الشتات إنجاز التعبير لكن هذه المبادرة أنا في تقدير أنها بداية مهمة جداً لفكرة المشروع الأفريقي يعني وإحنا بنتكلم على صحة فإحنا بنتكلم على كل أفريقيا وإحنا بنتكلم على اقتصاد فإحنا بنتكلم على كل أفريقيا وإحنا بنتكلم على أمن وإحنا بنتكلم على كل أفريقيا لكن عايزة أرجع بس النقطة مهمة لماذا تمول دول الخليج أفريقيا في الحقيقة لإن الهم واحد والمصالح مشتركة وإحنا بنتكلم على فكرة البحر الأحمر وابنتكلم على مضيق باب المندب وإحنا بنتكلم على المحيط المشترك ما بين أفريقيا وما بين آسيا فإحنا بنتكلم في الحقيقة على مياه إقليمية مشتركة مياه دولية مشتركة بنتكلم على تهديدات مشتركة ويمكن في الحقيقة حتى في التعاون فيما يتعلق بالجريمة العبيرة للقارات والجريمة الإلكترونية المنظمة يمكن كان فيه تعاون مهم جدا السنة اللي فاتت ما بين الإمارات العربية المتحدة وما بين جنوب أفريقيا فالقصة مش بعيدة يعني وهم بالأساس عندنا السعودية عندنا الكويت عندنا الإمارات عندنا للأسف قطر كل ده بيستثمر في أفريقيا بشكل كبير جدا المارد الصيني بيستثمر في أفريقيا ففي الحقيقة أي استثمار في أفريقيا أي دولة هتستثمر هي اللي هتحقق مكاسب زي ما أفريقيا ها ينولها هذه المكاسب عظيم